أنا الحقيقة برضو يعني عايزة أوصل مع حضرتك لحال السينما المصرية يعني وهو حال ليس بجميل حاليا بس أنا يعني هنجاوب على سؤال الأول عام مسئولية السينما في أي دولة هي مسئولية الحكومة ولا مسئولية القطاع الخاص طبعا مسئولية الجهات المعنية اللي بتحط التشريعات أولا وبتحط الكينات الأساسية لهذه المهن يعني أو هذه الصناعات ثم أهل الصناعة نفسه يعني خلينا نبدأ الأول بالتشريعات السينمائية وبعدين بيء الكينات اللي هي مسئولة عن صناعة السينما الكينات سواء كانت كينات حكومية أو كينات نقابية وبعدين أهل الصناعة نفسهم كل دول دي مسئولية مشتركة نضيف لي بعد كده طبعا الإعلام والمدارس والتلفزيون وكل بقى هي الكينات التانية اللي دورها كمان أن هي ترفع الزوء الفني وأن هي تنشر الثقافة السينمائية وأن هي تطلع فنانين جدد وترعاهم فهي مسئولية مشتركة مش الدولة لوحدها الدولة وكذلك القطاعات اللي تحتيها وكذلك أهل الصناعة والمجتمع المدني والناس اللي عملها في المهنة سواء كانوا صحفيين أو نقاد أو ناس مش من أهل الصناعة لكن من المتخصصين فيها طيب هنعود لهذه العوامل كلها ولكن السؤال حاليا لحضرتك كيف ترى حال السينما في مصر الآن؟ صعب ما عضرتك قلتي يعني الوضع للأسف صعب احنا بنشوف البلاد الأخرى عمالها تنهض بكامل نهاضات سينمائية كبيرة جدا احنا عندنا بعض الحاجات الإيجابية يعني احنا عندنا بنية أساسية وتاريخ هو ماشي والقصور الذاتي بتاعه يعني عندنا ناس بتتخرج كل سنة من معهد السينما وعندنا تراث ليه تلاميذ بيو موجودين طول الوقت وعندنا شباب بيعملوا أفلام كويسة جدا وبتشارك في مهرجانات كبيرة وتحصل على جوائز كبيرة يمكن ما فيش اهتمام إعلامي بيهم يمكن ما فيش اهتمام شعبي بالفرجة على أفلامهم لنقص في التوعية ونقص في الدعاية لهؤلاء ده من نواحي الإيجابية لكن كصناعة الصناعة في أزمة بقالها سنوات طويلة حتى قبل الكورونا